والنهاردة على مستوى فريق الكورة عايز افاجئ حضراتكم بخبر مهم جدا وهو مشاركة الاهلي في اجتماعات وورش عمل سيعقدها غدا الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا في قطر بحضور مين؟ بحضور الاهلي وريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي والفريقين المتباريين على درب الامريكتين يوم 11 نوفمبر النادي الاهلي غدا من خلال وفد هيكون ممثل وفد الاهلي المهندس سمير عدلي مدير الجهاز الاداري للفريق الاول هيسافر غدا صباحا عشان يحضر ورش عمل واجتماعات متتالية ومكثفة مع مسؤول الاتحاد الدولي في مكتب الفيفا في الدوحة مع النادي الملكي نادي ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي الذي ينتظر الفائز من درب الامريكتين عشان يحددوا ملاعب التدريب فنادق الاقامة وكمان هتكون في زيارة ميدانية لملعب 974 اللي هيستضيف مبارتين يوم 11 ديسمبر و14 ديسمبر وايضا بإذن الله في زيارة كمان لستادلو سيل اللي هيستضيف مباراة النهائي على كأس فيفا انتر كنتيننتل مع ريال مدريد بإذن الله إن شاء الله تكون هذه الزيارة لستادلو سيل فقل خير للنادي الاهلي إن تكون زيارة المهندس سامير عدلي بإذن الله نادي الاهلي يتخطأ المباراة الأولى ثم يشارك في المباراة التاريخية أمام ريال مدريد طبيعي مش هنتكلم عن المباراة التانية المباراة التانية تخص الريال فقط ولكن أنا بشرح لحضراتكم كل ما يتعلق برحلة المهندس سامير عدلي غداً إلى قطر للمشاركة في هذه الاجتماعات الهامة جدا وعايز اأكد لحضراتكم كمان ان بكرة هيكون فيه مؤتمر صحفي للجنة المنظمة المحلية في قطر عشان تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بحجز التذاكر كافة التفاصيل المتعلقة بالفعاليات اللي هتم عليها مش اقامة المباراة في الفترة من 11 ديسمبر حتى 18 ديسمبر فعلى مدار 48 ساعة المقبلة النهاردة احنا بنتكلم في يوم الاتنين 3 وال4 وعودة وفد الاهل هيكون يوم الخميس في 48 ساعة هيكون في زيارة ميدانية واجتماعات وصيل كثيرة جدا متعلقة بلوايح البطولة الاجراءات الطبية ملاعب التدريب فنادي الاقامة زيارة ميدانية لملاعب المباراة اللي هتصاديف هذه المباراة واكيد احنا عرفين ان الاتحاد الدولي فيفا ليه مكتب في قطر فهيكون كل المناقشات دي مع مسؤول الفيفا ودارة المسابقات مع الفعاليات اللي هتنظمها اللجنة المنظمة المحلية ده خبر توب نيوز بنقول لحضراتكم واكيد في 48 ساعة اللي جاي هيكون عندنا لقطات وكواليس حصرية بحضور الاهل وريال مدريد عالمية بتتكلم في الاهل العالمي بتتكلم في القلعة الرياضية الاولى على مستوى افريقيا والوطن العربي العالمية بتيجي بالافعال وليست بالاقوال